قيامة دي لو قامت لا شيخ بنفعت لا فكه لا حجاب لا بغرة لا تراب لا قبة لا غيره عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم قلب دا لو شقوا فيو العقيدة الصحيح فيو التوحيد مش تدعلك ببشر والله دا يجروا منك كلهم أي زول ماسك للشيخ يوم القيامة بيجر منه أقرأ سورة عبسة فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه يفر يفر دي شرحوا كيف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه زول بيجر من أمه بيجر من أبو بيجر من أخو بيجر من زوجته بيجر من ولده ليه بيجر لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضله بيجر من أمه يجفل الحوار بتاعه يدي حسنات يجفله ينجيه والله الذي لا إله غيره هؤلاء الناس كأنهم لا يقرؤون كتاب الله قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما تفكر في الآيات دي والأمر يومئذ لله قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف يشنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيت ويتا مش السعى عليك الشيخ قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل سماو الفصل إنت ماسك في الشيخ مايته البمسك يعني إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ما تقول لينا ديل أجدادين ديل الشيخي اليهود قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام ديل فيهم كلام ما فيهم كلام والنصارى قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام الله قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي زول بحسابه أي زول بدربه